لايك الفيديو وحشير في كل مكان رئيس نادي الزمالك السابق الحالي القادم المساشر مرتضى منصور ونجم الفريق واسطورة نادي الزمالك وقال كنتو محمود عبدالرازق الشيكابالا في سجال ملوش اي 30 لازمة والزمالك بالمعنى الحرفي للكلمة للأسف الشديد بينهار مرتضى منصور اتهم شيكابالا انه حرد اللاعبين انه هم يغيبوا عن التدريبات واتهموا بعدة اتهمات شيكابالا رد في بيان طويل عريض قال انه هو كان بيحاول على قد ما يقدر انه هو يلم شامل اللاعبين لكن الازمات اللي دخلهم فيها رئيس النادي وقال شيكابالا على رئيس النادي قال الاسبق هي السبب الرئيسي في انهيار نتائج نادي الزمالك هذا الموسم الغرامات سبورت انجليش بونا شيكابالا بيقول انها كانت بتتخصم من الراتب بتاعه وما كانتش بتتفع للنادي البرتغالي وبيقول انه هو وزميله ضحية لرئيس النادي الزمالك عنده ملفات كتيرة مفتوحة في ظل هذه الخناقة ملفات عديدة على الزمالك حسمها في الايام القليلة المقبلة في ظل موجة عدم الاستقرار العتية التي امر بها نادي الزمالك اقاف للقيد مستحقات نادي سبورت انجليش بونا البرتغالي مليون ونص دولار مستحقات المهاجم الغاني اتشنبونج 270 الف دولار مستحقات للعابين الراتب بتاع اوزوريو لم يستلموا حوالي شهرات ده غير الالعاب الجماعية كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد الزمالك بيعاني فيها مش قادر ان هو يقايد اللعيبة الجديدة زي كرة القدم علشان الاتحادات كلها ليها فلوس عند نادي الزمالك طيب ايه المدخلات اللي من المفترض تدخل لنادي الزمالك الفترة القادمة وقدي ايه خزينة نادي الزمالك في الساعات الماضية انتعش بيه 400 الف دولار دي اتكلمنا عنها قبل كده من نادي التعاون استبيع مصطفى فتحي 400 الف دولار دولار الزمالك هيدفع منهم 270 الف دولار قيمة غرامة اتشنبونج وهيدفع ايضا 190 الف دولار لاخوان كارلس اوزوريو قيمة الراتب بتاع الشهرين المتأخرين عليه طيب بعد كده هيبقى فاضل ايه هيبقى فاضل مليون ونص دولار القيمة بتاعت نادي سبورت انجليش بونا في 229 الف دولار من المفترض ان هما ييجوا لنادي الزمالك علشان مشاركة سيفي جزيري المهاجم التونسي مع المنتخب التونسي في كاس العالم لسه ما وصلتش حتى الان ايضا الزمالك بينتظر 700 الف دولار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم قيمة وصوله لدور المجموعات لسه ما وصلتش حتى الان طبعا قيمة وصوله لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا 90 الف دولار من المفترض تصل لنادي الزمالك افر مشاركته في البطولة العربية مجموع البمالك دولا هيبقى مليون و190 الف دولار لسه ما وصلناش للمليون ونص بتاع سبورت انجليش بونا ولسه ما دخلناش في مستحقات اللاعبية الزمالك هيبحث عن مدخلات اخرى متمثلة في نظير اشتراكات الاعضاء او دفع جديدة من قيمة الرعاية من الشركة الرعية ستصبح الاولوية دفع غرامة سبورت انجليش بونا وبعد كده هيحاول نادي الزمالك ان هو يتوصل لحلول مع اتحادات اليد والطائرة والسلة لفتح باب القيد وفي نفس الوقت الزمالك هيحاول يدفع مستحقات اللاعبية منين محدش يسأل طيب كان طبيعي المستشار مرتضى منصور اللي مش عارفين وضع دلوقتي من نادي الزمالك ايه يطلع ويتكلم قال ايه المستشار مرتضى منصور لمن يسأل هل انا رئيس الزمالك ام انني اعتذرت ورحلت اقول له انا مرتضى منصور دون غروب واتشرف بخمس دورات رئيسا لنادي الزمالك واضاف الامور اصبحت طبيعية مع اتحاد الكرة منذ ان فتحنا سويا صفحة جديدة يا مساهل واستكمل الزمالك قام بتحويل 30 مليون جنيه ونجحنا في تسجيل كل اللاعبين في القائمة الاولية وانتظر اضافة اسم احمد ايد في القائمة التالية مرتضى تابع التقيت حازم امام وقمت بمعتبته على بعض الامور والان اصبح كل شيء بنا جيد بعد كده اتكلم عن موضوع الحجز على ارصيدة نادي الزمالك من قبل ممدوح عباس لان محامي ممدوح عباس قال مفيش حجز ولا حاجة قال محامي ممدوح عباس يجذب لا يوجد ما يثبت انه تم رفع الحجز ووصل ممدوح عباس لم يكن رئيسا لنادي الزمالك جاء مرة بالتعيين ومرة اخرى بالتزوير ثم استكمل ساخرا سأوجه بيان شكر لممدوح عباس وابوس دماغه لو اخرج مستند واحد يثبت انه تم رفع الحجز عن ارصيدة الزمالك واستدل مرتضى منصور على عدم رفع الحجز على ارصيدة النادي بقوله وصلنا بيان من احد البنوك اليوم يؤكد ايضا انه لم يتم رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك المساشر مرتضى منصور بيقول انا مريض حاليا واحصل على مددات حيوية باستمرار لكن يجب ان اتحدث لتوضيح كل الحقائق لجماهير الزمالك حتى لو لم اعد رئيسا للنادي وقال برضو لو اي شخص اخر غير مرتضى منصور لم يكن فقط سيتم عزله او يعتذر لكن انا رجل لديه قوة ايمان وجمعية عمومية محترمة ومجلس ادارة محترمة وارضف مجلس ادارة الزمالك يجتمع حاليا من اجل اجاب مصادر دخل جديدة من اين مش عارف البنوك لم توافق على تحويل غرامة اتشنبونج لا اعرف السبب لكن انا سنحاول ايجاد حل لهذه الازمة غدا وتابع او حاول التصرف حاليا في مبلغ مالي من اجل تزديد مستحقات اللاعبين والتعاقد مع اللاعبين جدد في الصيف وعن التجديد لنجم الفريق احمد فتوح قال فتوح لم يقل انه يرفض التجديد للزمالك او الحصول على 25 مليون جنيه كما يشاع واضاف امير مرتضى لا يريد دخول ناجي الزمالك بسبب الانتقادات التي تتوجه له عمولة ايه اقسم بالله امير واحمد اغنى مني مرتضى منصور اكمل حديثه فريرا هو منضم سامسون الى الزمالك وهو العيب جامد وهتشوفه وقدم وعدا لجماهير الزمالك جاء فيه ما يزال لدينا متسع من الوقت وسننهي ازمة اقاف القيد قبل نهاية سوق الانتقالات قبل ان يختتم اقول لوزير الشباب والرياضة اتمنى منك نظرة لنادي الزمالك مثلما فعلت مع الاسماعيلي والاتحاد والاندية الشعبية وانا ايضا والله العظيم بتمنى نظرة من وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبح ليه احوال نادي الزمالك اللي ما ترديش حد ابدا الاتحاد المصري لكرة القدم علشان يساير القوانين بتاعت فيفا اتخذ قرار السنادي بعدم اعارة نادي لأكتر من سبع لعبين في قيمته القرار ده خلى النادي الاهلي يستغنى عن اكتر من 20 لعب تخيلوا هقول لحضراتكم بالاسم العشرين لعب اللي خرجوا من قائمة او خرجوا من ارتباطهم مع النادي الاهلي هذا الموسيقى اللعيبة اللي رحلوا عن النادي الاهلي او رحلوا بعد عودتهم من الاعارة لاندية اخرى حمدي فتحي كرونو سافيو ايمان اشرف علي لطفي مصطفى سعد ميسي شادي حسين محمد اشرف مصطفى فوزي احمد سيد عبد النبي حمدي ياسر فهدو جمعة احمد سيد غريب عربي بدر محمد خليفة نصير لويس ميكي سوني محمد محمود محمد حسين ميد ومصطفى البدري سعد سمير محمود وحيد 20 لعب ولسه الغاية دلوقتي لم يتحدد مصير عمار حمدي وزياد طارق وصلاح محسن ووليد مصطفى بينما استمرت اعارض كل من محمد مغربي ومحمد ياسر عدد كبير جدا خرج من قائمة النادي الاهلي بسبب قرار للتحاد المصر للكرة القدم بتحديد عدد المعارم به سبع لعبين من المفترض الموسم القدم كمان العدد ده يقل لي ست لعبين طبعا النادي الاهلي استقر على النمسا لإقامة المعسكر بتاعه استعدادا للموسم الجديد بإذن الله من المفترض أن يخوض النادي الاهلي مبارتين والديتين في أثناء معسكره في النمسا استعدادا للموسم الطويل السنة الجاية دوري أبطال أفريقيا دوري عام كاس مصري كاس رابطة سوبر مصري سوبر أفريقي كاس سوبر أفريقي كاس عالم للأندية وما يجد من بطولات بالتوفيق بإذن الله للنادي الأهلي أزمة هتواجه النادي الإسماعيلي في مركز الظاهير الأيمن من المفترض أن النادي الإسماعيلي كان داخل هذا الموسم وعنده اتنين بيلعبوا في مركز الظاهير الأيمن عسام صبحي اللي لا يلقى الإجماع من جماهير النادي الإسماعيلي ولا يلقى إعجاب حد خالص وكريم عرفاط اللي داخل قائمة النادي الإسماعيلي الموسم الماضي إعارة لمدة موسمين من نادي فيوتشر طبعا في البداية ما كانش حد عارف كريم عرفاط لكن لما كان بيشارك فيه المباريات كان بيظهر لمستوى أكثر من متميز جماهير النادي الإسماعيلي كانت مطمنة في وجود كريم عرفاط من مركز الظاهير الأيمن لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفط من المفترض أن إعارة كريم عرفاط للنادي الإسماعيلي كانت سنتين من نادي فيوتشر فات منهم موسي لكن لان نادي فيوتشر بغير جلده بيبيع تقريبا كل اللعيبة عمر كمال عبدالواحد الزهير الايمن الاساسي لفيوتشر ولعب منتخبنا الوطني يبدو انه فيه الطريق للرحيل عن نادي فيوتشر وبالتالي بيطالب نادي فيوتشر من اللعب قريم عرفات العودة من جديد لصفوف نادي فيوتشر باعتباره لعب من لعبي الفريق طب احنا عارفين ان موضوع الاعارات في مصر ده ما بيبقاش فيه احترام كبير ما بينه وما بين الاندية لو لعب نص موسي تقلق لو النادي بتاعه قال له تعالى عايزك هيهرب وهيعمل قصة كده زي ما حصل حاليا مثلا فيه موضوع احمد عيد ونادي الزمالك ونادي امبي وبالتالي يبدو ان فرصة استمرار كريمة عرفات الموسي من الجديد مع النادي الاسماعيلي مش هتبقى فرصة كبيرة وده امر يعني ما كنتش اتمنى انه يحصل لان زي ما احنا عارفين النادي الاسماعيلي عنده اقاف من اتقيد ليه ثلاث فترات حتى دفع المستحقات بتاعة المدافع التونسي نور الزمان الزموري كابتن علي بو جريشا مدير اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي بيؤكد ان خالد النبريس قريب جدا من العودة من جديد للنادي الاسماعيلي لكن بيقول ان المفاوضات مع نور الزمان الزموري اللي محاولة التفاوض معه يعوب بقى للفريق يقصط المبلغ بتاعه لسه ما فيهاش جديد حتى الان اتمنى ان الموضوع ده يتحلح يفرق جدا مع النادي الاسماعيلي وبالمناسبة كان فيه كتير من مشاجعين النادي الاسماعيلي قالوا الاقتراح ده ومنهم استاذ جورج بوجه ليه التحقيق كابتن حامد ابراهيم بيقول الاسباب اللي دفع الكابتن ايهاب جلال انه يعود من جديد للنادي الاسماعيلي كابتن حامد ابراهيم بيقول تربينا في النادي الاسماعيلي وعودتنا لقيادة الاسماعيلي الموسم المقبل هو جزء من رد الجميل والادارة اخبرتنا انهم يرغبون في اعادة البناء من جديد وأضاف إيهاب جلال لم يتردد للحظة في قبور مهمة تدريب الإسماعيلي أنه حاول دائما التحدث عن الإيجابيات وتلاشي أي سلبيات وتابع مدرب الإسماعيلي الإسماعيلي يمتلك مجموعة لعبين مميزين لكنهم يحتاجون إلى التطوير والاستفادة منهم بأفضل طريقة ممكنة ووصل مستحيل نادي للإسماعيلي بحالته الحالية يستطيع أن يوفي بالأرقام الموضوعة في عقود اللعبين والصفقات الجديدة لكن هدفنا هو أن نوفي بعقود اللعبين المتواجدين حاليا ودي استراتيجية في غاية الخطورة ومهمة جدا وأكمل سنحاول الاستفادة من ناشئي النادي الإسماعيلي خاصة بعد إيقاف الكثل ثلاث فترات لذلك سنحاول الاستفادة من كل العناصر المتاحة لنا لكن نتمنى من جماهير الإسماعيلي الوقوف بجوار الفريق في كل الأحوال وأتم باهر المحمدي لديه شرط جزائي في عقده وفي حال قام بدفعه سيرحل مباشرة لن نستطيع الوقوف أمام رغبته كابتن إهاب جلال بيقول تقريبا نفس السياق بيقول أنه هما لما تفاوضوا مع مسؤول النادي الإسماعيلي يتولي قيادة النادي الإسماعيلي كان عارف أن الإسماعيلي عنده إقاف لإقيد وهو هيعمل شغله الفترة القادمة على هذا النحو هيحاول أنه يوفر المستحقات بتاعة اللاعبين ده أهم شيء عنده وبقول أن صالح جمعة مستمر مع النادي الإسماعيلي في الموسم المقبل ولو التزم أخلاقيا وفنيا في التدريبات سيكون له شأن آخر مع النادي الإسماعيلي بإذن الله لو أول مرة تشوفني لا تنساش تشترك في القناة فعل الجرس تعمل لايك الفيديو أشوفك على خير بإذن الله شكرا لكم سلام عليكم